تأتي الملاحقات التي يتعرض لها زعيم المعارضة الروسية إليكسي نافالني قبيل موعد إجراءات الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من مارس آذار المقبل لتسلط الضوء على مساحة الحريات الممنوحة من قبل السلطة لمعارضها ما قد يلقي بظلاله على الحراك السياسي وعلى التنافس بين مرشحي الانتخابات الرئاسية السلطات كانت قد اعتقلت نافالني مجددا قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق اليوم لكنها أبقت مدير حملته ليونيد بولكوف قيد الاحتجاز بعد اعتقاله في مطار موسكو نافالني الذي كان يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة منع من الترشح بسبب إدانته بالاحتيال وهي التهمة ترى المعارضة في دوافعها أبعادا سياسية وكانت السلطات قد أفرجت عن نافالني مطلع العام الجاري بعد حبسه بسبب مشاركته في احتجاجات تدعو لمقاطعة الانتخابات التي تشكك المعارضة في نزاهتها إبعاد نافالني عن خط التنافس الانتخابي يضع علامات استفهام كثيرة على حقيقة دور السلطة في روسيا وكيفية تعاملها مع التعددية الحزبية فنبرة المعارضة لسياسات الرئيس فلاديمير بوتين واضحة في خطابات بعض مرشحي الرئاسة وإن كانت بوتيرة أقل لكن بوتين صحب أطول فترة حكم منذ عام 2000 يواجه سبعة منافسين في انتخابات يمنحه الفوز فيها رئاسة البلاد مجددا حتى عام 2024 ويقول سياسيون روس معارضون لبوتين إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع نشر استطلاعات للرأي عن سير الانتخابات أضعفت منافسي بوتين ما أدى إلى غياب المنافسة العادلة في الساحة الانتخابية كما يقولون إلا أن الرئيس الروسي برر الإجراءات الحكومية بقوله إن واشنطن تعد العدة لنزع شرعية الانتخابات الرئاسية في بلاده في وقت يحتدم فيه الجدل في الإعلام الروسي بشأن كفاءة مرشحي الانتخابات الرئاسية المنافسين لبوتين ما يضعهم في كفة واحدة ويضع بوتين في الكفة الأخرى والتي يقول عنها معارضوه إنها ستؤهله للفوز في جميع الأحوال